بلدية الفنوذ منتاش النهضة راشد الغنوشي ولاية اسفاقس حيث واكب سير حملة حزبه بالجهة والتي تضم ثلاثا وعشرين قائمة قبل ان يشرف على اجتماع شعبي بساحة الديوان هذه مدينة عظيمة على كل المستويات الثقافية والصناعية والرياضية نحن هنا في من جملة الحملة التي تقوم بها النهضة في ارجاء البلاد مثلها مثل غيرها نحن وجدنا تجاوبا كبيرا قمنا بجولة في الاسواق هذا الصباح فوجدنا تجاوبا كبيرا وفرحا كبيرا المدينة تشكو اوجاعا واعطابا والناس يشكون ولكن هناك تفاول بالمستقبل هذا وادل الاحد ستة وثلاثون الفا واربعمائة وخمسة وتسعون عسكريا وأمنيا بأصواتهم في الانتخابات البلدية حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد كما أعلنت الهيئة أن العدد النهائي للقائمات المقبولة لخوض الانتخابات المحلية بلغ الفين واربعة وسبعين منها الف وخمسة وخمسون قائمة حزبية وثمانمائة وستون مستقلة ومائة وتسعة وخمسون ائتلافية وتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين خمسين ألفا اثنان وخمسون بالمئة منهم دون سن الخامسة والثلاثين عاما يتنافسون على عضوية ثلاثمائة وخمسين دائرة بلدية وبلغ عدد الناخبين المسجلين خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعة وستين ألفا دون احتساب المغتاربين الذين لا تشملهم الانتخابات البلدية هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم السابع من شهر ماي المقبل فيما يعلن عن النهائية بعدها بيومين كحد أقصى بلدية الفينوث منتاش الكلنا نتغبو